كلنا في البداية طبعاً حزنانين لخروج منتخبنا للقوم يبقى أول منتخب يخرج من كاس العالم دي شيء محزن وشيء مخزي وإن إحنا نخرج بالنتيجة السلبية دي ما كناش نتوقعها كلنا فده يمكن نتيجة أحداث كتير قوي قبل ما نخوض في مجريات المباراة نفسها وشكل المباراة والتاكتك اللي أبنا بيه والأخطاء وكل الكلام ده كله خلاناً إحنا حصل قيلة وقال كتير قوي قبل المباراة وحصل أن الناس كتيرة راحت للمنتخب وإحنا دايماً معروف أن كورة القدم محتاجة تركيز طبعاً لعيب كورة القدم مجرد ما بيخرج عن تركيز وجوزء من الثانية بيتسبب في حاجات كتيرة جدا حصل تشويش على لعيبة قبل المباراة يمكن الناس كلها الميديا كلها تكلمت في المباراة دوت وحذرنا ويمكن الموضوع طبعاً عمر جرفته قبل كده أنا كنت موجود في أحداث مودرمان كنت موجود مع متخب مصر في الجزائر وأنا كنت هشارك في المباراة دي فجئت طبعاً بكم مش أقول حد يعني الناس أصدقائنا الممثلين والفنانين ولعيبة كورة قدام وجداد وناس في الرياضة والسياسة واقتصاد وعلم نفس وعلم اجتماع ما شاء الله يعني خلينا نقول ان طبقات المجتمع على مصر كله طبعاً توجدت في روسيا فده كله خطأ كبير قوي من الناس المسؤولة هناك يعني مش عايزين نخد قوي في النقطة دي بالذات بس ده نقول جزء جزء لا يتجزأ من الاحداث اللي احنا شفناها النهاردة في المباراة نخش بقى في المباراة نفسها النهاردة نتكلم عن الحمد لله نمكن كلنا مستوطين هل التشكيلة كابتنشريف حضرتك راضي عنه شايف انه ده احسن تشكيل لمنتخب مصر ياخد بمباراة لا بديل عن الفوز فيها يعني حراك شايف الدفع بمحمد صلاح بدل من عمر وردة ووجود مرام محسن هل ده كان افضل تشكيل لمنتخب ده حقيقي ممكن ده انسب تشكيل وافضل تشكيل لان المنتخب كان بقاله فترة كبيرة بلعب بنفس التشكيل وممكن العيبة دي اكتر العيبة حافظة بعض وممكن ده شفناه او لمسناه في الشرط الاولاني الشرط الاولاني كان يمكن كرات بعض الكرات الخطيرة اللي جات علينا هتيجي مستيك من عندنا بعض الاخطاء الصغيرة ممكن ميز باس او كرة مقطوعة من طريق حمد في وسط الملعب تمريرة غلط من فتحة من ناحية اليمين حاجات بسيطة كلها بس كلها اخطاء يعني ده سببت خطورة علينا في الشرط الاولاني بالزال انما بقيت الشرط الاولاني احنا تقريبا ستين في المية احنا مسكين الكورة بنلعب كويس لنا شكل هجومي كنا اخطر هجوميا محمود ريزجي عمل تشكيل شكل كويس او شرط الاولاني محمد صلاح كان ظاهر بشكل كويس كان مؤثر لنا خلى لنا شكل خلى لنا رهبة في الملعب ده محمد صلاح اللي احنا كنا مفتقدين فترة فاتت مع ان هو جاهز بنسبة اعتبر خمسين في مية لان المشاركة هو بقاله بعيد فترة وبعدين خلي بالك محمد بيلعب برضو حريص جدا انه ما بقاش فيه اي احتكاك ولو تلاحظ ان فيه كزا لعيب اللي بيلعب نها الشمال كان حاول احتكي بيه بشكل خوض جدا فطبعا يعني صلاح احنا الراجل لقى بتسعين ديئة يعني يشكر على المبرارة ديت